اشتركوا في القناة نقيب طاها محمد عبد الحميد لمجهوداته الكبيرة في مرور قد أهلية بقدم كل شكري وتأديري للدخلية وبقدم كل شكري وتأديري لكل رجال الشرطة العظماء وبقدم كل شكري وتأديري لمرور قد أهلية طبعا كل الشكر والتأدير والاحترام لسيادة النقيب طاها محمد عبد الحميد لمجهوداته الكبيرة والجبارة وإخلاصه في عمله بتمنى له كل التوفيق طبعا بتمنى لسيادة النقيب طه محمد عبد الحميد كل التوفيق والنجاح والازدهار في القادم ان شاء الله طبعا حلقة النهاردة هنتكلم عن مشكلة الأدوية اللي بتتباع عن طريق السوشال ميديا طبعا مع ضيوف النهاردة لنوروني وشرفوني الدكتور عادل عبدالغني صيدالي حر وطبعا عدو في نقابة السيادلة اهلا بحضرتك نورتين وشرفتين النهاردة يا دكتور ومعايا الدكتور احمد فتحي المدير التنفيذي لشركة ميديكس نورتين وشرفتين النهاردة يا دكتور اهلا بحضرتك عايزة اعرف من حضرتكو النهاردة يعني ايه مشكلة تابع الأدوية او هل بيعد أدوية عن طريق السوشال ميديا دي مشكلة ولا مش مشكلة تمام انا قبل ما بكلم ببدأ اكلم على مشكلة بيعد أدوية عن طريق السوشال ميديا انا عايزة اقول له حضرتك ان فيه قانون للسيادلة قانون للسيادلة ده 127 لسنة 1955 عمل فلسفة للتعامل السيدالي مع المجتمع والسيدالي مع السيدالي من 1955 القوانين دي موجودة بتحدد ازاي التعامل ده يكون موجود احنا عندنا مادة 75 من القانون السيدالة بحظر مخازن الأدوية ووسطى الأدوية لو تنزل على المونيتور بعد اذنك ومصانع المستحضرات تنزل على الشيشة دلوقتي بمنع عرضها للبيع للجمهور أو اعطاها من المجان يعني شراء الأدوية من صفحات السوشال ميديا دي ده مجرم قانونة مجرم حاجة خطر جدا هنا حد يحط على السوشال ميديا ده ويقول انا عايزة بيعليه ليه ده مجرم الدواء ده حضرتك حجم الاتنين يا بيعالج يا بيدر الإنسان لأن هي مادة تعتبر مادة سامة المادة السامة دي ممكن تخش الجسم تعمل تأثير إيجابي وممكن تخش الجسم تعمل تأثير سلبي ما ينفعش واحد قاعد يقوى في البيت على النت من خلال أبليكيشن أو من خلال صفحة إن هو يطلب دواء من على السوشال ميديا عشان صحته لازم يتعامل معه سيدالي السيدالي هو أقدر واحد في الدولة المصرية تبقى للقوانين اللي الدولة المصرية عاملها إن هو فاهم يعني إيه مادة فعالة إيه المادة الفعالية دي بتأثر إزاي على الجسم إيه فايدتها إيه مضرها بالنسبة للجسم لكن كل المنتجات اللي بتظهر على السوشال ميديا يعني مثلا يقولك منتج ظهر على السوشال ميديا ده مجرم قانوني ده مجرم قانوني ومتقدم طبعا وزارة الصحة مشكورة لو نحط على المونيتور وزارة الصحة في آخر اجتماع عليها وزارة الصحة مع هيئة الدواء المصرية وجهه بضرورة التصدي لظاهرة بيع الأدواء للمرضى عبر الإنترنت وينجدوا المواطنين بأن الدواء لا يتم الحصول عليه إلا من خلال السيدالية والتعامل مع السيدالية ماينفعش أنا قاعد على السوشال ميديا السوشال ميديا ده خطر على المواطن مش خطر على حد تاني المواطن لما ياخد دواء هو مش عارف العراض الجانبية بتاعته والجهة الموصوك منها اللي هي السيدالية عارف إن الدواء ده تأثيره إيه ويرجع للسيدالي لو فيه أي مشكلة فيه ضرر كبير جدا على الصحة للمواطن فإحنا بنقول للمواطنين يريد الدواء يبقى عن طريق السيدالية بس وخصوصا دلوقتي إن فيه بعض الشركات بتقوم بعمل أبليكيشن بتحط عليها الأدواء وعايزة المواطنين يشتروا من خلالها ده طبعا مجرم تجريم كبير جدا ويمكن نقابة السيادلة نقابة العمل السيادلة قدمت ببلاغات ضد تمن تطبيقات ومواقع الأكترونية بتبيع الأدوية عبر الإنترنت وده دور النقابة ودور وزارة الصحة إن هي تمنع أي تلاعب من أي حد معدوم الضمير في إنه عايز يبيع المنتج بتاعه أو عايز يروج لأدوية أو سلعة لأن الدواء ده مش سلعة عادية الدواء ده مش ملابس أو غذاء أي حد يقدر يشتريم على الإنترنت الدواء ده سموم بتخش الجسم من المفترض إنه يبقى فيه محازات كتيرة جدا عليها ليه؟ لأن الشخص ممكن يكون بياخد أدوية تانية يحصل تفاعل ما بينها وما بين الدواء اللي هو هياخده عن طريق النت لأن الدواء ممكن ما يكونش مرخص يكون معمول بطريقة غير ليجا لأن في دورة موجودة لصناعة الدواء من أول ما بيجي مادة خام من بره بعملة صعبة بيتم إنتاجه في المصانع بيتم توزيعه على الشركات وبيوصل لغاية السيدة لي طب معلش سؤال دكتور أحمد هل الأدوية اللي في السوق المصري يعني مثلا فيه أدوية في السوق المصري غير مسجلة؟ فيه أدوية في السوق غير مسجلة؟ فيه طبعا أدوية غير مسجلة والوزارة والتفتيش بيرقبوا على ده وبيشرفوا على ده وبيحاول أن هم يحاربوا الظاهرة دي؟ طب طبعا أكيد طبعا الصيادلة والنقابة ليهم دور كبير في أن هم يحاربوا أو يمنعوا الأدوية اللي في السوق المصري اللي هي المفروض أن هي غير مرخصة قانونيا يعني مزبوط إزاي بقى دور الصيادلة والنقابة بتحارب الأدوية الغير مرخصة إزاي؟ أنا هاخد بس أنا الموضوع ده زي ما قلت لحضرتك أن نقابة السيادلة دايما بتبشر أي مشكلة بتحصل في السوق من ناحية أدوية غير مرخصة بتنزل السوق أو أي شركة عايزة تعمل نشاط تبيع الأدوية عن طريق الجمهور بتتصدى لها يعني عايزة أقول لحك النقابة العامة للسيادلة سيادلة مصر النقابة الفرعية مجتمعة بتعرف إزاي؟ يعني بتكتشف أن فيه أدوية غير مرخصة إزاي؟ حضرتك إحنا عندنا سبعين ألف السيادلة السيادلة دولة هو أول منفذ بييجي أي حد عايز يروج للأدوية بتاعته لما بيلاقي السكة دي مقفولة والسيادلة بيقوله لأ ده وده مش مرخص فين الترخيص بتاعه وبيلجأ لنقابته في أن هو لازم النقابة تاخد موقف طبعا النقابة للفرعية كلها مشكورة بتقوم بالعمل ده فيه العقوبة بقى اللي النقابة بتاخدها لما مثلا بتلاقي حد بيتجر في أدوية مثلا مصدرها مش كويس أو كده النقابات هي جهة رسمية للتعامل مع كل الجهات الرسمية نقي بالعامل حماية المستهلك العقوبة على العقوبة تبقى عقوبة من خلال الجهات الرسمية في الدولة عقوبة قضائية أو جنائية أو قانونية لو سيدالي بيتعامل تحقيق معاه في النقابة العامة لتحذيره ومنعه من المضيف الموضوع ده مش سيدالي بيتم توجيهه النيابة العامة أو جهات التحقيق بحيث أنها تتخذ معاه جراء قانوني باتي يعني في الموضوع وده اللي احنا شغالين عليه الفترة اللي موجودة والنقابات كلها مشكورة بتقوم بينا دكتور أحمد أنا عرفت أن حضرتك أن أنتوا ليكم شركة اسمها ميديكس عايزة أعرف مين المؤسسين لشركة ميديكس وإيه هي خبراتهم طيب أول حاجة ميديكس هي شبكة ربط للصيدليات في قطاع الأدوية المؤسسين لها مجموعة من الصيدلة ومجموعة متخصصين في علم الإدارة علشان نقدر أن احنا فعلا نعمل شبكة الربط دي بشكل إفاكتف وبشكل يكون يعني متناسب مع التطور والوضع الحالي تمام عايزة أسامي المؤسسين نفسهم لا عادي لو أنت مش حبيب تقوله معادي لا ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة هو المؤسسين أنا أحد المؤسسين في الدكتور هيسم إمام في أستاذ عمر الخواجة في الدكتور محمد عبد الله في دكتور عادل يعني الفكرة أن احنا عاملين ميكس يقدر يؤدي البروجيك ده أو يقدر ينجح البروجيك ده طيب الشركة نفسها بتاعت حضرتك أو بتاعتكم إيه مميزاتها للشعب أو إيه مميزاتها للمواطن المصري هقول لحضرتك طيب الأول بس خليني أوضح نقطة القطاع الدوائي أو قطاع الأدوية يعني في مصر الحجم المبيعات بتاعته بتوصل لـ 60 و 62 مليار حسب آخر إحصائيات بيقلل نسبة مثلا بيقلل نسبة سعر الدواء ولا بيعمل لا مش بيقلل سعر الدواء سعر الدواء نفسه سعر الدواء نفسه تدخل خالص لأن دي تسعيرها جبرية من الدولة بس هي الفكرة لما نتكلم على قطاع بهذا الحجم تمام لازم القطاع ده أكيد فيه مشاكل إيه المشاكل اللي موجودة فيه أهم حلقة في حلقات تجارة الدواء هي الصيدلية لأنها الحلقة المباشرة مع المواطن المصري وده اللي يهمنا صحة المواطن مش بس القطاع بتاعنا الصيدليات بيبقى عندها مشاكل كتير في موضوع الأدوية إيه المشاكل اللي موجودة عندهم رقم واحد لما أدوية بتركض عند الصيدلية لفترة كبيرة وتوصل لمرحلة إنها وصلت لتاريخ الإكسباير بتاعها أو تاريخ انتهاء الصلاحية دي بتسبب مشكلة كبيرة لأنها بتسبب خسائر مباشرة لكل الصيدليات لأن فيه شركات كتير بتحط اشتراطات صعبة قوية على مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في الحالة دي الصيدلي بيضطر يعمل إيه ما فيش قدامه أي طريقة غير إنه هو اللي هيتخلص من الأدوية دي بنفسه لأن طبعا وجودها في الصيدلية ده غلق قانونه في خطورة فبيتخلص من الأدوية دي يا إما رميها في المهملات أو المصارف الحاجات دي بتؤدي لكرسة بيئية كبيرة جدا كرسة كبيرة إحنا طبعا الجو عندنا مش ناقص فلوس فإحنا عايزين ننظف مش نزود العبقة أو المشكلة تمام؟ ودي طبعا نقطة الخاصة بالبيئة إنما النقطة الأساسية الخاصة بصحة المواطن المصري لو دوى تاريخ الصلاحية بتاعه منتهي الدوى ده وجوده في أي مكان غير معدم بشكل رسمي في خطورة على أي بني آدم يقدر يوصل أو يقدر يتعاطى الدوى ده الفكرة بقى اللي احنا بنعملها شبكة ربط للصيدليات رقم واحد بتقدم طبعا مجموعة خدمات رقم واحد شبكة تبادل رواكت بين الصيدليات وبعضها الصنف اللي مش ماشي في صيدلية في منطقة معينة أو في محافظة معينة بيبقى أكيد مطلوب في منطقة تانية أو في محافظة تانية وده بيخلينا نصرع دورة رأس مال الصيدلية في نفس الوقت نقلل تراكم الإكسباير الجديد يعني معنى كده أن الشركة بتزود تاريخ الانتاج أو تاريخ الصلاحية بتاع الدوى نفسه لا مش بتزود التاريخ هي بتصرفه بتخليه يطلع للمكان اللي محتاجه قبل ما يوصل لتاريخ الانتهاء ليه أنا أستنى عن صنف على الرفف الصيدلية لحد ما يوصل لتاريخ الإكسباير بتاعه وفي ناس الوقت فيه صيدلية تانية محتاجة بيتدور عليه ما هو ده تسريع برضو لدورة الاقتصاد في القطاع الأدوية هو بيحل مشكلة كبيرة جدا في عدم التوزيع العادل للأدوية على مستوى الجمهورية بمعنى إيه؟ بمعنى أن المواطر بيتزل مثلا منطقة في الشرقية أو في أي محافظة ما بيلاقيش الدوى ممكن يلاقيه في القاهرة البرنامج بيعمل توزيع مختلف أو توزيع إضافي على جميع المحافظات لما يبقى سيدالي في القاهرة عنده الدوى وزايد عنده ممكن سيدالي في الشرقية أو سيدالي في السكندرية أو سيدالي في الصعيد يقدر أنه يشوفه وكده أنا بساعد المواطن أنه يلاقي الدوى بتاعه من خلال أنه يروح للسيدالية الشركة هي بتتعامل مع السيداليات بس فقط لغير بحيث أن السيداليات يبقى عندها أبليكيشن أو ماتيريال تقدر أنها من خلالها تشوف كل الأصناف اللي موجودة على مستوى الجمهورية بزرعة دي الخدمة الأساسية طب هل الشركة ليها دور مثلا في الحضرتك اللي حضرتكم بتتكلمه في قطاع الدوى نفسه فيه بقى دور اقتصادي مهم جدا للدولة فيه دور اقتصادي للقطاع الدوى في الدولة مهم جدا ألا وهو إيه؟ التعويض الإكسبيرد المعدوم الإكسبيرد المعدوم اللي هو ما بيتمش ارتجاعه للشركات إحنا بنعمل تعاقدات أو اتفاقات مع مجموعة من الشركات اللي بتنتج أصناف طالما أنت بتصرف طبعا على الإدعاية وعلى الماركتينج وعلى التسويق للأدوية دي طيب ما نخلي جزء من المصروفات دي رايح لمصلحة القطاع الدوائي إزاي؟ إن إحنا نعدم به نصرف به على إعدام الأدوية بشكل رسمي في محارق رسمية بمحاضر إعدام رسمية تحت رقبت الدولة تمام؟ ده نمرة واحد بيأمن صحة المواطن إن الدوى ده مش موجود بيساعد الدولة لأن الدولة ليها جهات رقبية وتفتيشية كتير قوي على أي أدوية منتهت صلاحية فده بيساعد الدولة في تقليل الحجم المشكلة في نفس الوقت بيساعد اقتصاد القطاع الدوائي والصيدليات على إن هي ما تحققش خسائر مستمرة تمام؟ معلش الفكرة الأساسية برضو إن أنا عندي أدوية تم إنتاجها من مصانع وتم توزيحها على السوق وموجودة في السيدليات وهتخش في مرحلة الإكسبير دي تعتبر عملة صعبة بتم فقدها وشراء مادة خام تانية بعملة صعبة أنا لما وزع صح من خلال أبليكيشن السيدليات بتخش عليه تتشوف الأدوية موجودة على مستوى الجمهورية أنا كده بمنع حدوث ديزاستر يحصل للأدوية نفسها فيحصل للمادة الخام فبعمل سيفينج للعملة الصعبة العملة الصعبة بتاعت الدولة لأن أنا كراجل مونتج دواء بعمل إيه؟ بروح أخذ من البنك عملة صعبة دولاره وأشتري بيه مادة خام من بره دواء جيه وتم إنتاجه وخمسين في المية منه طلع أكسباير مين الخسر؟ آه المونتج خسر بس الدولة خسرت برضو عملة صعبة آه ده لمنع الخسارة عمتاً يعني بتمنع الخسارة بمنع الخسارة وبمنع إن المريض يتعرض لأي أدوية بعد مرحلة انتهاء الدواء كتاريخ صلاحية إنه هو يرجع له تاني بأي شكل من الأشكال لأن فيه معدومة دمير وبيحاول إنه هو يستخدمها سريعاً بس عشان الوقت الحالة أنا عايز أعرف يعني مثلاً إيه الفكرة الفكرة فكرة الشركة أو كده جات لكم مني يعني الفكرة نفسها جات مني هقول لحرق سريعاً لما جينا نخش خطاع الأدوية لقينا إن كل المشروعات اللي موجودة تخص الدواء عبارة عن يا إما شركة توزيع يا إما مخزن يعني كلها حاجات ببيع للصيدالي طيب إحنا فكرنا نعمل حلول للمشاكل للصيداليات أو قطاع الأدوية الأول هنكسب من خلالها كويس جداً وهنساعد كويس جداً بس في نفس الوقت بيكون بنحل مشاكل مش كل اللي بيطلع بيطلع حاجة استهلاكية فقط لأ ده دي حاجة بتحل مشكلة في القطاع ده وفي الاقتصاد بتاعه وفي أصحابه فبالتالي دي بدأت الفكرة طبعاً بدأت الفكرة إحنا عندنا أحد المؤسسين دكتور عبدالله هو أستاذ جامعي يعني في أحد كليات الصيدالة في جامعات مصرية كان وعنده صيدالية فبالتالي بدأ يشوف المشكلة دي يبتدينا نتناقش فيها مع بعض أنا وهو لحد ما بتدينا نطلع بالنواة الفكرة الأساسية عايزة أسأل حضرتك دكتور عيدل طبعاً الطلبة اللي في كليات صيدالة عام وخاص يعني هل الدولة قررت ونزلت قرار حاسم ونهائي أن هما يشيلوا على الطلبة الصيدالة اللي هما في كليات صيدالة مثلاً عام وخاص يشيلوا عنهم التكليف؟ ولا لسه القرار ربطه الدولة مش حاسمته لا لا ما فيش قرار تلع من وزارة الصحة بأي حاجة تخص إلغاء التكليف اللي حصل من حوالي شعرين أن فيه دفعة 18 دفعة 19 كان متأخر عندهم التكليف ومشكورة وزارة الصحة نتيجة لاحتياجها لأن التكليف ده نتيجة لاحتياج الوزارة نفسها لعدد من السيادلة كلفت 18 و19 ودوروا يقدروا بحوالي 30 ألف صيدالة تم تكليفهم واستلموا دلوقتي أعتقد التكليف وإن شاء الله تباعاً سيتم تكليف يعني تكليف كل تكليف السيادلة بستمر أو ما فيش إلغاء للتكليف أو قرار تلع من وزارة الصحة حتى وقتنا ده بإلغاء التكليف يعني التكليف السيادلة لسه مستمر لسه مستمر وموجود وحسب بس الاحتياجات بتاعة الوزارة عندنا برانشز كتيرة جداً في مجال السيادلة مش واقف على التكليف برانشز كتيرة جداً ممكن السيادلة تتدرك وتشتغل فيه وإن شاء الله تكليف يفضل مستمر أنا سعيدة جداً وجود حضراتكو طبعاً معي النهاردة سعيدة جداً بك دكتور أحمد سعيدة جداً بحضرتك يا دكتور عادل طبعاً الوقت مش كيف أنا عارفها بس أنا الموضوع محتاج وقت أكتر ومحتاج كذا حلقة وكذا طبعاً بقدم كل شكري وتقديري للدكتور عادل عبدالغني وبقدم كل شكري وتقديري للدكتور أحمد فتحي وبقدم كل شكري وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المكرمين على قناة الصحة والجمال وبقدم كل شكري وتقديري للسيدة المشاهدين انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس أشوفكم على خير اشتركوا في القناة